لأي حال أثامنا صباحاً موعدنا مع موجز لأهم الإنباء مع رمية حمدين تفضل يرامي شكراً لكي جومانا أثامنا صباحاً بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود بحيث يتم الانتهاء من القضايا أمام المحاكم في ذات السنة التي أقمت فيها وذلك على النحو الذي يحقق العدالة الناجزة واستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين وحماية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم وخلال اجتماعاً مع المستشار عمر مروان وزير العدل اطلع الرئيس السيسي على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم وعمليات الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وفد مصر في الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023 وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات وخلال الجلسة الثانية ألقى وزير الزراع واستطلح الأراضي السيد القصير كلمة مصر وأكد خلالها أن مؤتمر هذا العام يتزمن مع واقع مليء بالتحديات المتشابكة والمعقدة وقال القصير أن الأزمة العالمية والتغيرات المناخية تؤثر على قدرة الدول الافريقية على الوفاء بالتزاماتها وأكد القصير أن تحقيق الأمن الغذائي والمائي يشكل تحديا شديد الخصوصية لمصر والتي تسعى لتوفير الأمن الغذائي لشعب يتجاوز 105 ملايين نسمة ويعيش في ندرة مائية قال مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أحمد المنظري إن ثلاثة أشهر من الصراع في السودان جعلت البلاد في وضع تواجه فيه أزمة إنسانية كارثية وأوضح المنظري أن 24 مليون شخص يحتاجون للمساعدة الإنسانية مضيفا أن أكثر من 67% من مستشفيات السودان خرجت من الخدمة في حين تتزيد التقارير التي تفيد بوقوع هجمات على مرافق الرعاية الصحية أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما جويا على كييف وأوضحت الإدارة العسكرية أن الهجوم الروسي على العاصمة هو السادس هذا الشهر وذلك باستخدام طائرات مسايرة من دون طيار مشيرة إلى أنه تم الكشف عن جميع الأهداف الجوية وتدميرها من قبل قوات الدفاع الجوية لدى اقترابها من العاصمة قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ياريزينكوف أن الهجوم المضاد الذي قططت له كييف لم يحقق أهدافه في الوقت المحدد وعقر وزير الدفاع بأن الهجوم المضاد أبطأ مما كان متوقعا وذلك بسبب نقص الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوية واصفا لاشتباكات مع الجيش الروسي شرق أوكرانيا بالصعب عرب رئيس الوزراء الإسرائيلية بن يمين نتنياهو عن أمله في أن يتوصل للإتلاف الحاكم إلى اتفاق مع المعارضة حول خطة التعديلات القضائية بحلول نوفمبر المقبل وأضاف نتنياهو في تصريحات له بعد ساعات من إقرار الكنست لقانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا أن المحاكمة ستبقى مستقلة مؤكدا ضرورة بقاء الجيش بعيدا عن أي خلاف سياسي وأكد أن التصويت على التعديل القضائي كان خطوة ضرورية للديمقراطية أعلنت الداخلية الجزائرية أن عدد الوفيات نتيجة حرائق الغابات التي تكتاح مناطق بالبلاد ارتفع إلى 34 بينهم 10 جنود في ظل موجة حرة تشهدها منطقة شمال إفريقيا وجنوب أوروبا وأوضحت الداخلية الجزائرية أن نحو 8000 من أفراد فرق الإطفاء يشاركون في جهود إخماد الحرائق وشيرة إلى أنها أتلت نحو 1500 شخص من منازلهم حتى الآن مشاهدين انتهى موجة الثامنة ونعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل موسيقى